وللتعليق حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي عبدالجبار الجريري أهلا بك أستاذ عبدالجبار كيف تابعتم بيان المجلس الانتقالي الأخير واتهامه للمنطقة العسكرية الأولى بإطلاق النار على المتظاهرين في سيئون أهلا وسهلا بداية بيان المجلس الانتقالي لأكد سياسة الهجوم الإعلامي الذي يشنها المجلس على المنطقة العسكرية الأولى منذ أشهر وليس الآن فكل المعلومات التي تحدث عنها المجلس الانتقالي ليست دقيقة ويعني هي محشف صراء وكبير وعثت بأنها بعيدة وتزافي الواقع الذي حدث فمحت قوات المنطقة العسكرية الأولى للمتظاهرين بالوصول إلى الساحة ونحن رأينا وسائل الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي تبث سيديوهات وصور يعني لحشد لكنه ليس بكبير وهذا يمكن على شيء يدين أن هناك تراجع كبير في شعبية المجلس الانتقالي وأن الحضور كان ضئيل للغاية ويتعى الانتقالي الآن لتحميل المنطقة العسكرية الأولى أن تشهر الذريع الذي قدمه وعدل تجابة الواطنين لهذه المظاهرة يعني فيان المنطقة العسكرية الأولى كان واضح ونفس إخدام الوصول الحي وأكد على أن جميع الذين تم اعتقالهم كانت في حوثاتهم أسلحة ومتفجرات وتم إطلاق صراحهم بعد أن صدرت تلك الأسلحة والمتفجرات فبالتالي ما قال المجلس الانتقالي ليس واقعي ويجاكل الحديثة نعم أشكرك جزيل أشكر الصحفي عبدالجبار الجريري كنت معنا عبر الهاتف ترجمة نانسي قنقر